السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديرين؟ لابس عليكم كنت منكم تكونوا بخير على خير وتكون أحوال ديركم طيبة وصفة اليوم هي لابيش أو سويس رول أو جينواز رولو كل واحد أشنو تيقول لها واحد الطريقة السهلة بزاف والديدة تابع معين المقادر وطريقة التحضير كنحتاج ستاة البيضات في حرارة المطبخ غدي نعزل الصفر بوحده والبيض بوحده غناخد الصفر غدي نطربه شوية غدي نزيد عليه 60 قرام ديال الزيت ما يعادل ربع كأس عنبا 60 قرام ديال الحليب ما يعادل ربع كأس عنبا غنطربهم على هاتشكل عندي هنا 120 قرام دقيق الأبيض دقيق الفرس وصاشية ديال بودر كاكاو اللي كتعدل سبعات القرامات بالنسبة للدقيق الأبيض 120 قرام كيعادل لنا كأس عنبا دقيق زائد جوج مع القكبار غنخلط هات الخالط على هاتشكل هو اللول من زيان حتي يبليه بحلة تعلق عندما راحضوا معايا الفيديو را كيشرح نفسه هذا هو الشكل ديال الخالط كيكون على هاتشكل هكا غندوز ونضيف ملعقة صغيرة ديال الخال الأبيض على بيض البيض وقبصة ديال الملح هنا غادي نطلعو بالبطر في اللول غادي نبدأ بسرعة منخفضة حتي تديلي هات الكشكوشة على هاتشكل وتنبدأ تنجهد وتنضيف السكر الخاشين حتي تقول لي عندي مورنغ الناس اللي ما كتنجحش لي هاملها جنواز الى تبعتو هات الطريقة فهي ناجحة مئة في المئة طريقة مضمونة ما عندكم مش مناش تخافو صافي هنا بني نطلع لي المورنغ غناخد القليل منه وغنضيفه على الخالط اللول ونحركم زيان حتي تكون عندي واحد الخالط بحال الكيك خالط سائل نوعا ما انا غادي منا غايتكو لي هاتك الخالط اللي على شكل الكيك غادي نعود نزيده على المورنغ بيض البيض وغنبقى نطلعو شوي بشوي انا ذاك القليل ديال بيض البيض اللي زيت عليه غي باش يخفف لي الخالط ويجيني ساهل اللي بغيت مقاطن نطلعو انا منين نزبت الخالط على بيض البيض ابقى كنطرب في غيب شوية وانا كنطلع فيه من الفوق للتحت غيب شوية والفيديو انا مزربة ولكنتو ماد العملية ديرها غيب شوية باش ما يطاحش لكم البيض فهذا الاثناء انا شعل الفران على درجة ميو وخمسين درجة يسخن من الفوق ومن التحت ولكن الى دخلت لي الجنواز غادي نخلي غيب تحت شاعل حتى تبقى لي واحد خمسة دقائق وكنحمر الفوق هذا هو شكل الخالط اللي حصلت عليه عندي هنا طاوق تذهب ورق الطبخ غا نخوفيها الخالط بالنسبة للسومك ديال الجنواز اللي بغيتوه انتو مهنية تقدروا تحكمو فيه بغيتو يهجوكم غليد راكت ديرو الطاوة اصغر من هذي اللي درت بغيتو هاد شيكم رقيقة ديرو هذي اللي درت انا بغيتها تكون رقيقة غادي نسرح الخالط على هذي شكل بشكل مسطح غاستو ضروري ما نخليه شي جانب كبير و جانب صغير وغا نحاول نضرب الطاوة على هذي شكل حتى تخرجوا واحد الفقاعات هاتو ما كتلاحظو معايا وغا ندخلها الفران الطيب هناخدت لي عشرين دقيقات قريبا في الفران وكله والفرن دياله على مية وخمسين درجة غا نغطيها بورق الطبخ اخر وغادي نلويها على هذي شكل هكو مني غادي نلويها غا نخليها في الورق الطبخ على هذي شكل ونخليها حتى تبرد عاد نخدم بها صافة غادي نجمعها ونخليها جانبا كنناخد ميتين قرام ديال الزبدة وكننضوبها كنضيف عليها طابليت ديال شكولات مايو عادي لمية تسي قرام في الاول ووجوش تساشيات ديال بودر كاكاو هنرا غادي نعود نضيف الطابليت اخرى غادي نضوب هذي شكولاته واللول هذي غادي نزيد العلبة الاخرى منين كي يضوب ليها كان عاود نزيد عليها الطابليت اخرى ديال الشكولات هذا هو الشكولات اللي استعملت انا وكان عاود نضوبه فوق النار بالنسبة الكيمية اللي استعملت انا هنا ممكن تدور انتو ماغين نصف ديالها انا كنت بغيتها لحلوه اخرى ديالش ضاعفة الكيمية هنا منين غادي نضوبه غادي نخليها تبرد حتى تولي على شكل قاناج على هذي شكل هكا كيف تتلاحظو معايا وغادي نضيف لها ملعقة كبيرة ديال بخاليني وملعقة شكولات نوتلا هنا باش نحليهم حتى هنا دارت شوكولات نوار بالنسبة للناس اللي ما بغاش يدوروا هذي الخطوة ديال نوتلا وبخاليني ممكن تضيفه من الورس كار غلاسي وطالب قطع مطلع فيه بحالة تشكل هكا ممكن تدورو احتناس اللي كرامل ماشي مشكل ديك سعنك هو هكيف ما بغيتو وممكن ما تتعملو الشوكولات نوار ممكن تتعملو الشوكولات بالحليب ولا اللي بغيتو ممكن تتعملو تالشوكولات البيضاء كرامل تطربو اها هو الكرام عندي جاهز اها هو الشكل ديال الكرام انا غادي ندوز لا جينواز ونحلها باش نبدا تنعمر فيها كنناخد هادرتها نسيرو ماء وصكر وزد عليهم الروح ديال الكرامل هاتي نرشها شوية وغادي نصرح فوقها كريمة الزبدة اللي بشوكولات اللي يستعملو كنصرحها علاها تشكل وغادي ندر واحد الخطيئة ديال الكرامل احنا كرامل بالزبدة المملاحة كنت شاركت معكم الطريقة جيلو في القناة غا نخليليكم الرابط اسفل الفيديو وغادي ندر نفوق منه القرقع ممكن تدروا اللوز بكاوكاو اللي بغيتو ممكن ما تستغنوا على هاد هاد الخطوة هذي لكم الاختيار وغادي نعود روليها على هاتشكل غا نضيف الكريمة هنا في البلايس اللي ما درتو مش في اللوغل حاولوا ما تكتروش الكريمة بزا باش ما يبقاش تخرج لكم من جناب ديرو هالقياس صافي هكي كسكون وجدا غا ندوز المقادير ديال الكريمة اللي غادي ندير من الفوق او القاناج اللي غادي ندير فوق منها عندي هنا 300 قرام ديال شوكولات اسود زيت عليه 150 قرام ديال الكريمة ما يعادي الكأس عنبه مملؤ هنا دوبتو بجوجهم سخنتو حتى دابو وغادي نزيد عليهم اللوز كونكاستي حمرتو في الفران ممكن تديرو بلاستو كاوكاو خلطهم على هالتشكل صافي انا غادي نبقى نخويهم فوق الحلوة على هالتشكلها ونخليها تبرد عادي نديرها في طبق التقديم بالنسبة للتزيين دي بقى على حسب الضوء على حسب الرغبة انا عندي هاد احجر الجوهر كتلقاهم عن اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات كندوز واحد الخطيات من الفوق وغادي نخليها حتى تبرد وغادي راه في طبق التقديم ضروري دي راه في تلاجه شوية عا تقطعوه انا احنا راه ما خليتاش بردات بشكل كلي راه خليتها مازال كان خاصة مازال تبرد هي بتنوريكم بشكل دياله من الوسط كيف اشتجي اها هي كانت منى وصفة اليوم تكون لات الاعجاب ديالكم غادي نخلي لكم رابط الجنواز اللي بلا شوكولة كانت شاركتها معاكم وغا نخلي لكم الرابط دياله هي وطريقة عمل كرامل بغساليف واخانة الوصف الى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة